ما بين ترحب فلسطيني ورفض صهيوني اختتم المؤتمر الدولي للسلام في شرق الأوسط الذي عقد في باريس بمشاركة سبعين دولة ومنظمة بينها الجامعة العربية والتعاون الإسلامي إضافة إلى اللجنة الربعية للسلام في شرق الأوسط والتي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في البيان الختامي أكدت الدول والمنظمات على حل تفاوضي لدولتين هما الكيان الصهيوني وفلسطين بحيث تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان وهو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم بحسب البيان كما تضمن البيان أن يعيد الطرفان التزامهما بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة ووقف أعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهدفة وفي أول رد صهيوني هجم رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤتمر باريس معتبرا أنه يعيد عجلة السلام إلى الوراء إذ وصفه بخدعة فلسطينية تحت رعاية فرنسية تهدف إلى اعتماد مواقف أخرى معادية للكيان الصهيوني الرئيس الفرنسي فرنسو أولاند رأى أن مؤتمر باريس للسلام خطوة تهدف إلى مواجهة تهميش القضية الفلسطينية وقال أردت من خلال المؤتمر أن أعرض مسألة الصراع في الشرق الأوسط على الساحة الدولية وحدها المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكنها أن تؤدي إلى السلام من المشروع ومن الضروري على المجتمع الدولي التفكير بجدية في الطريقة المثلة لحل الدولتين وأؤكد هنا أن هذا الحل هو الوحيد الممكن من أجل السلام والأمن البيان الختامي للمؤتمر تجنب أي انتقاد صريح لخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لنقل استفارة الأمريكية إلى القدسة خطوة حذر منها الفلسطينيون بالنسبة إليهم فهي تشكل خط أحمر يمكنه أن يؤدي إلى تراجعهم عن الاعتراف بدولة الاحتلال في إطار عملية السلام وعلى الرغم من غياب الجانب الصهيوني لكن الجالية اليهودية تجمعت في باريس ورفعت علم الكيان الصهيوني للتنديد بالمؤتمر الذي عده الإسرائيليون خدعة وانحيازا للجانب الفلسطيني وتحاملا على الدولة العبرية في حين أعربت السلطات البريطانية عن تحفظها على نتائج مؤتمر السلام في باريس ورفضت التوقيع على البيان الختامي الصادر عنه لأنه سيؤدي إلى تشديد المواقف بحسب رأيها ترجمة نانسي قنقر